اوكي اذا نستمر مع عملية اضافة المستخدم وقلنا انه احنا نحتاج ان اقوم بعمل وظيفة على اساس تكون عندك department name مثل هذه الوظيفة بالضبط اذا اخذ هذه الوظيفة كترال c واضحها في الاسفل اول شيء كترال b اقوم بتغيير الاسم الخاص فيها وابدي اعمل لها على اساس انه تعمل لك لود على ايش لود على ال id department id اوكي وحتى نبدي نعمل لود على department id فاحنا نحتاج الى string من department name اوكي string من department name على هذا الاساس يمكن انه قوم باستدعاء هذه الوظيفة استدعيها بدل هنا اوكي فاحنا نحتاج الى ايش تحتاج الى ايش تحتاج هذا الى department name اثناء عملية استدعاء لك load department id load department id اوكي وباقي العملية هي نفسها بالضبط ما في عندنا اي مشاكل اذا كانت عندنا true state true or false على هذا الاساس يمكن انه اقوم بالتالي اقوم بحذف هذا الكلام واقوم بعمل copy لنفس الكلام السابق اللي موجود عندك ضمن الاد يوزر load واضعه paste ضمن الاندكس change اوكي وبعد ذلك اقوم باضهار load اخذ الريزولت لكن الريزولت ابدأ اخذها طبعا مع عملية load على department id واحتاج انه اقوم بامرار الى string department name واللي هو في الاساس edit text department اوكي .text .text جيد edit text department .text وبعد ذلك تقوم باخذ النتيجة بشكل مباشر اوكي . اوكي . اوكي باعتبار انه هذه تحتبر عندك thread فما تقدر انه تقوم بامرارها بشكل مباشر اوكي ونقوم بعمل هذا الفويد على اساس يكون عندك سيني كرونس جيد طبعا هنا نقدر انه المرر كان بشكل مباشر على اساس يكون عندك ضمن المثود او لا عمول انا اعتقد انه نستخدمه بهذا الشكل يكون عندنا افضل يعني ناخده نضعه داخل المتغير ثم على ذلك نقوم بامراره اوكي الان طبعا بعد عملية الست يعني على اساس استدعانه بهذا الشكل فخلاص اذا كان true فهو في الاساس عمل set يعني في الاساس يعني عمل لك set من هنا ولكن اذا كان false راح يقوم باظهار هذا الخطأ اوكي ما تحتاج انه تعمل load بهذا الشكل فاذا كان عندك false اذا كان false فتقوم باستدعاء ايش بامرار الى الخطأ المعلي فقط اما اذا كان true فهو في الاساس true فما في عندنا اي مشكلة انه الان عمل لست الان هو بشكل مباشر اوكي جيد ايضا الان خلينا نبدي نرجع و ونبدي نرجع على الفورم الخاص في عملية ال لكن قبل ذلك خلنا اقوم بتحديد كل هذي الكائنات كل هذي الكائنات جيد وابدي اذهب هنا على الخصاص اقوم بتغيير الموديفاييرز الموديفاييرز الخاص فيها الموديفاييرز اقوم بتغيير الموديفايير على اساس يكون عندك public هتكون عندك بهذا الشكل الان نرجع على الفورم الخاص في user page وابدي في عملية الاضافة من هنا في عملية الاضافة بدل الاد department رايكون عندك add user new من add user اوكي نقوم في الاضافة نعمل id equal to user ونقل هنا this id وفقط هذا اللي تحتاجه خلال هذه العملية اوكي بالنسبة لعملية الedits فايش تحتاج تحتاج انه نفس هذا الكلام هنا user add user اوكي وبعد ذلك تقوم بعمل set على ال id هنا عندك تعديل وبعد ذلك تقوم بعمل set على التفاصيل اللي موجودة عندنا طبعا هنا التفاصيل راح تبدي تضمن لك ال name edit text username اوكي edit text username edit text password edit text اونا عفوا edit text username و password و rule و edit text على department اوكي اضافة الى ال id اوكي اضافة الى ال id اللي هو department id department id اوكي طبعا كل هذه الحقول نقدر انه احنا نعمل عليها set من خلال اخذها من ال grid debut بشكل مباشر اوكي هنا نعمل convert to integer باعتبار انه وعدنا انتجر اذا كل هذه الحقول يعني ال department id ابدي اخذه من ال department id اوكي اوكي ال edit text name اخذه من ال edit text name اذا ابدي ارجع هنا و ادخل على ال run designer وابدي اذهب على كل هذه الاعمدة وعمل set عليها اذا انا عملت عليها set بنفس الاسماء اللي موجودة عندنا بنفس الاسماء اللي موجودة عندنا جيد نستمر في عملية الحذف وعملية نتركها ان شاء الله في الدرس القادم خلينا عمل test الان ما بدينا عملية الاضافة والتعديل ماذا كانت عندنا مشاكل ولكن قبل ذلك تحتاج انه تعمل implement لهذه الصفحة ثم اتذكر نحتاج ان نعمل عليها implement باستخدام المثود مالتنا من الصفحة ال root فعلى هذا الاساس اتجه هنا على الصفحة main عفوا هنا على المين اخذ نفس الوظيفة ضمن الاقسام اللي هي موجودة عدي ضمن events click الخاص في الاقسام اخذها copy بهذا الشكل وارجع مرة اخرى وادخل هنا على المستخدمين اتجه هنا على item click واقوم بوضعه بهذا الشكل بدل ان department راح يكون عندك user بالاساس هنا user page is the new from user page just like this قل اهنا start start اذن خلينا نبدأ نشيك على الكود في مادة اشتغل او في مادة اذا في مشاكل مبدئية تجونا على المستخدمين اذن عندنا ال id اسم الكامل اسم المستخدم كلمة السرر القسم الصراحية تاريخ الاضافة نقل اهنا اضافة اوكي طبعا نقل اهنا اضافة راح يقلك خطأ ادخال اسم المستخدم الكامل اللي نقل اهنا صفاء جاسم اه ايش هو الاسم المستخدم نفترض مسلاسه بالمثال اسعي كلمة السر one one two two القسم هنا هل هو بالتسجيل او الجودة لاحظ قام بجلب الاقسام مالتنا قام بجلب الاقسام نحتبره الان هو موجود في قسم التسجيل هل هو مدير او مستخدم طبعا نختاره على اساس يكون عندنا مدير مثلا ونقل اهنا اضافة الرجاء الانتظار اذا تمت اضافة المستخدم عندنا بنجاح اوكي تمت اضافة المستخدم ترجعناه على الاقسام تنكي انه تاريخ الاضافة لا يقوم في عملية اضافة اعتقده هنا بسبب المثود اللي احنا وضعناه في الدرجة الرئيسية في السيرفر لا تعمل بشكل الصحي فنحتاج انه نعالج هذه المشكلة عموما فالان تجرى عندنا عملية الاضافة فنقل اهنا انا تعديل اذا مثل ما تلاحظ قام بجلب اسم المستخدم كلمة السير وكل شي عندك تمام خلنا نقوم باضافة مستخدم اخر ونقوم نعمل تست على الكلام التالي نفترض ان الاسم محمد واسم المستخدم يفترض ام اي كلمة السير معينة احتبارا انحقول الان هو مثل ما تلاحظ انه في القسم اخذ بشكل تلقائي لكن في الصلاحية لم يأخذ لو تقل اهنا اضافة هكذا كخطأ ادخاله اوكي تحتاج ان تقوم بعمل select على الصلاحية الصلاحية الان لم تقوم في عملية اختيارها احنا لما نعمل نسلكت على اساس تكون عندك سيني كرونس مثل ضمن القسم فاوكي جلبها ضمنها على اساس تكون عندك سيني كرونس فيما ذا كانت في مشكلة عندنا فالمغروض ان تظهر هذه عندنا المشكلة وطبعا راح نبدأ نعالج بعض المشاكل على في نهاية معالجتنا للقسم الخاص في المستخدمين ترجمة نانسي قنقر